السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي حنتكلم عن أولى مواجهات منتخبنا الوطني في بطولة أمم إفريقيا للمحليين أمام المنتخب الغاني ومؤكد في الكثير من الحديث حنتكلم عنه عن المجموعة فرص التأهل بعد زحاب المنتخب المغربي فرص التأهل بعد خسارة المنتخب الغاني ونتكلم كمان عن مستوى أو حتى كمنتخب متقشقر ونتكلم عن منتخب الوطني بشكل عام كيف يستفيد من المواجهات اللي لعبت قدامه وهو لسه في مرحلة الانتظار خلونا نبدأ أول حاجة بمعلومة مؤكد ثابتة عند الكل أن المنتخب المغربي انسحب من البطولة بشكل رسمي وأصبحت المجموعة الثالثة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين المقامة في الجزائر تضم ثلاث منتخبات وهي آخر مجموعة طبعا مجموعات كلها خمسة الثلاثة مجموعات الأوائل فيها أربع منتخبات لكل مجموعة فيها ثلاثة منتخبات حيتأهل من مجموعتين الرابعة والخامسة منتخب وحيد لكن الثلاثة مجموعات الأوائل بيتأهل منهم اتنين لما انسحب المنتخب المغربي من مجموعة منتخب الوطني اللي هي المجموعة الثالثة أصبح التنافس على مقعدين من ثلاثة منتخبات فبالتالي الفرصة بالنسبة ليك انت كمنتخب سوداني كبيرة جدا جدا اليوم حنتكلم وكمان بعد خسارة المنتخب الغاني هنتكلم برضو عن التحديات اللي ممكن تجيك في مباراة ممكن تكون حاسمة لدرجة بعيدة أول حاجة انه لما تلعب من مواجهة واحدة بس انت تحسم المباراة فدي بتجيك بعد المنتخبين اللي عبوا مواجهة المنتخب المتخشغري هو اللي كسب المنتخب الغاني باتنين مقابل هدف مواجهة ما في واحد يتوقع انه المنتخب الغاني يخسر مواجهته وحتى مردوده في المباراة وكمان حتى كمستوى المنتخب المتخشغري وسمعته في انه نحن متوقعون انه يكون حصارة المجموعة لكن الان شي بيضمن مقعد بشكل رسم في دورة تمانية من بطولة امم افريقيا المحليين والمقعد الثاني ممكن جدا نحاير بين المنتخب السوداني والمنتخب الغاني مع انهم الاثنين عندهم فرص التأهل للدور اللي بعد كده عشان كده الجزئية الخاصة بالمواجهة الاولى للعبة هي حزمة الكثير من التفاصيل الخاصة بالتأهل من هذه المجموعة في حال فاز المنتخب الوطني السوداني على المنتخب الغاني بشكل رسمي حيتها المنتخبي السودان ومتقشغر لدور التمانية من بطولة امم افريقيا للمحليين في حال اتت النتيجة العادلية ما بين غانا والسودان ممكن جدا يكون التأهل للمرحلة الاخيرة اللي هي فكرة المنتخب الوطني حيكون عنده فرصة انه يتأهل حتى ولو خسر امام المنتخب الغاني حيكون عنده فرصة انه يكون بعد كده من الفرق الممكن تتأهل لدور التمانية الحسابات دي حسابات صعبة جدا حسابات دقيقة ما بين انك انت بتلعب مواجهة وحيدة ممكن جدا انت مواجهتك دي لو خسرتها مثلا بنتجة تكون كبيرة جدا ممكن تضعف بشكل كبير من تأهلك ممكن لو تعادلت فيها يكون عندك فرصة تاني لو خسرتها بأقل نتجة تكون عندك فرصة تاني امام المنتخب المتقشغري في اخر المواجهات وكمان لو كسبت انت مباشرة بتبعد غانة من البطولة وانت ومتقشغر بتكون مباشرة الى دور التمانية الحسابات دي هي حسابات صعبة ودقيقة جدا وممكن جدا تخلي الناس تخوش باسترس يكون اصعب بحكم انه حتى المنتخب الغاني يا جماعة في مواجهته امام المنتخب المتقشغري قدم مستوى كان طيب جدا وكان اقرب التسجيل في كل فرصة هو بيقرب منها على المرمى وكان عنده افضلية في الجيم بشكل عام يعني منتقشغر كسبة المباراة لانها لعبة ببلوك دفاعي كان فيه يعني محكم بشكل كبير وقدر الكسبة المباراة واخد 3 نقاط ودي هنا المباريات او حتى البطولات المجمعة انت بتكسبها دايما ما محتاج تقدم الاداء الممكن يكون عالمي عشان كده واحدة من اهم الحاجات الممكن منتخب الوطني يستفيد منها بشكل كبير يشوف كيف البلوك الدفاعي لعمله المنتخب المتقشغري وكيف قدر طوع المباراة يطلعه في مساره مسارة 3 نقاط وقدر كسب المباراة بالمنتخب الغاني بالرغم من المنتخب الغاني كان الافضل في المواجهة عشان كده هنا بتجي في الوقات انك انت كمدرب كمحاضر كمسؤول في المنتخب كلاعب انك تجي تشوف المباراة الاولى وتشوف الخصوم وهم بيلعبوا مباراة تنافسية انت بتكون قاعد في الويتنج بتكتب كل الملاحظات الخاصة بين لقاط الضعف والقوة الموجودة بتقارن بشي اللي عندك بتحاول تطلع بافضل خطة تظهر بها في المواجهة القادمة اللي هي مواجهة الغد امام المنتخب الغاني عشان كده سلاح ذو حدين اذا كان انت ما استفدت من المباراة اللي كانت قبل كده من متقشغر وغانا وسلاح ذو حدين كمان حتى تكون ما حضرت للمباراة قبل كده بشكل متميز ولا حتى انك تقريت الجيم وعملت الخطة المناسبة من لعبينك وفق الامكانيات الموجودة عشان تقررت كده تتفوق على المنتخب الغاني في مواجهته القادمة عشان كده انسحاب المنتخب المغربي ادى منتخب الوطني دفع قوي جدا في انه يكون من المتأهلين يعني انا قطعت بين نسبة اكتر من 8-9% منتخبنا مفروض يكون متأهل من هذه المجموعة بعد انسحاب المنتخب المغربي بحكم ان المغرب احنا كنا خاتلنا كالبعبع الخاص في المجموعة في ناية متأهلة المغرب يا جماعة هي بطلة هذه البطولة مرتين على التوالي اللي هي في اخر نسختين فبالتالي من الطبيع انه تأهل لدورة 8 الاهم من ده كمان بنتكلم عن انه البطاقة التانية كنا خاتلنا حايرة بين الثلاثة منتخبات السودان غانا متغشغر فبالتالي الجزئية دي كنا شغلنا على انه في ثلاثة منتخبات بيلعبوا على بطاقة وحيدة لكن الان البطاقة اصبحت انه في ثلاثة منتخبات بيلعبوا على بطاقتين في بطاقة الشبهة انها اتحسمت وفي بطاقة تانية من مواجهة وحيدة انت ممكن تكسب وقبل كده انت شوفت ان المنتخب الغاني بيلعب مواجهته قبل كده امام منتخب المنتخب الغاني فبالتالي عندك لستة بين نقاط الضعف ونقاط القوة واللي انت مفروض تحضر عليها بشكل افضل اللي هي حيضعف منتخبنا الوطني السوداني في مواجهته امام غانا مواجهات تحضرية قبل البطولة لكن مواجهات زي مواجهات متقشغر وكمان حتى غانا غانا ممكن حتجهز بشكل متميز والدرسة اللي اخدته من متقشغر ممكن جدا ما تكرر امام منتخب السوداني بتحاول بقدر الامكان تقدر تفق طلاصم الدفاع اللي بيكون موجود عشان كده منتخب الوطني قدامه طريقين قدامه تفاصيل ممكن استفيد بشكل كبير من مواجهته فكرة او حتى الفترة حقة الانتظار اللي كنت فيها وفي نفس الوقت كيف تكون في رتم تصاعد رتم بتاع مباريات فيها ضغط كبير جدا جدا وتقدر تتحمل الضغط وتعمل الضغط وكل شيء اللي هي مقارنة بالمنتخب الغاني اللي هو لعب مواجهته امام متقشغر عشان كده كيف كمدرب تقدر توصل لعبتك في انه يكون في رتم تنافسي واستفيد من المواجهة اللي كانت قبل كده لانه خلاص انت كسبت انت اتأهلت انت اقصيت المنتخب الغاني بشكل رسمي مواجهتك الاخير امام متقشغر حتكون هي مواجهة لتحديد المركزين الاول والتاني خسرت اتعادلت ممكن جدا تكون فرصك تكون ضعيفة جدا في البطولة عشان كده برهانتية والجهاز الفني الموجود واللعبين قدام فرصة تاريخية في انه قدام غانا انت ما تخسر اي المواجهة لاي سبب ان كان انت كده تضعف حظوظ المنتخب الغاني لو اتعادلت بس امام المنتخب المتقشغري في المواجهة الاخيرة انت كده اهلتك تاني لهذه المجموعة لكن في حال خسرتك وارد جدا تكون انت خارج البطولة عشان كده حسابات تعقد حسابات تاهل هي ممكن تكون معقدة ويش شي لكن معقدة شوي لكن ممكن تكون سهلة جدا لو المنتخب الوطني فاز في مواجهته او حتى على اسوأ الفروض هو تعادل بحكم المنتخب الغاني حيكون عنده نفس النتيجة في حال خسر من المنتخب المتقشغري بعد ذلك حتشوف فارق الخسارة هنا خسر اثنين واحد المنتخب الوطني اخسر بنتيجة تكون اقل او حتى المنتخب السوداني يتعادل في النتيجة وبعد ذلك يصعب مع المنتخب المتقشغري لدور الثمانية من هذه المجموعة عشان كده جماعة نحن منتخب الوطني عايزين اي 11 نفر يخشوا هذه المواجهة يكونوا جاهزين تماما انه يقدروا يقدم افضل مباراة من نسبال يوم في بطولة الشعب الشعب السوداني كله منتظر هذه المباراة عشان تكسب منا وتمشي لقدام نحن عندنا غيابات زي مصطفى كرشوم لكن ما حيأثر بشكل كبير وبحكم انه له في الجاهزية الكبير اللي بتاهلوا للعب المبارادي وكمان حتى في لعبة تانين زي صلاح نمر وكمان حتى حمزة داود وعدد من اللاعبين المميزين اللي حيقدموا افضل مردود في هذه المواجهة منتخب الوطني استعاد اكتر من سبع لعبين او حتى سبع لعبين من الدور السوداني اللي هما لحقوا البعثة في الجزائر فيه اللي هو قبل المباريات اللي لعبت قبل كم يوم فبالتالي ان شاء الله نتمنينوا الجهاز الفني يكون جهزوا بالشكل افضل وقدروا يخشوا في المجموع عشان يقدموا افضل مردود ونشوف افضل تشكيل للمنتخب الوطني مواجهته للمنتخب الغاني نحن بكرة قدام باذن الله تعالى قدام فرصة اننا نفرح ونتأهل مباشرة لدور الثمانية وبعد ذلك تفتش نشوف منه الحيتأهل وكمان حتى يقابلنا باعتبارنا تأهلنا تاني او حتى تأهلنا اول في النهاية تأهل هو اللي مفروض اللي هو مكسب مباراة المنتخب الغاني حيأهلك بشكل رسم بعد ذلك تفتش في مباراة متقشغر لانك انت حتكسب انك انت تتأهل او حتى تشوف انت حتكون اول او حتى حتكون تاني فجح سابات ممكن تكون بعيدة جدا الاهم انك انت تتأهل من هذه المواجهة عشان كده صعب علينا جدا بكرة نجي نتقبل نتيجة تكون غير انك انت تكسب هذه المواجهة وتحسن بشكل رسمي مسألة التأهل لدور الثمانية من بطولة امم افريقيا للمحليين اعتقد انه اتسهلت بشكل كبير للمنتخب الوطني السوداني غانا من المنتخب الساهل اللي انت حتك تكسب المواجهة عشان تمشي احنا بنقول اتسهلت لانه الخيارات اصبحت كثيرة بالنسبة ليك انت ما حسنا قبل كده مواجهة خمسة صفر ومحتاج تفوز ستة صفر لا انت محتاج تفوز واحد صفر تتأهل بشكل رسمي انت حتى لو تعادلت عندك فرصة حتى لو خسرت دايما يكون بفريق اهدافها قلة عندك فرصة فبالتالي الحسابات دي في امكانها بشكل كبير تخليك انك تكون في اللعبة وتخليك تخش بخيارات اكتر لكن اتمنى انه يعني دايما بيقولوا في كرة القدم بشكل عام انه البيخوش بخيار واحد او حتى بفرصة واحدة دايما ما بيكون هو المتفوق واتمنى منتخب الوطن يخوش بفرصة واحدة يخد في اذهن اللاعبين كمدرب يخد في اذهنوا انت تخشين بفرصة واحدة وهي المكسب لقتل طموح المنتخب الغاني بشكل رسمي من هذه المواجهة وده الشي اللي بنا اتمنى هو وده الشي اللي بكرة ان شاء الله هنتابعه كلنا ثقة في لعبتنا وفي مدربنا في ان يقدموا الافضل بالنسبة لنا في هذه المواجهة وما يكون في أخطاء فردية ما يكون في شروط ذهني يكون في تركيز تام على إنك تقدر الإمكان تلعب بعمل دفاعي متكامل لو ما سجلت ما تقبل هدف في طول التسعين دقيقة أو حتى في طول فترة المواجهة عشان كيدي الحاجة اللي بنتمناها التعادل برضو بيديك فرصة إنك تتعادل في المواجهة الأخيرة وتتأهل عشان كيدي الحاجات دي والحسابات دي مهمة جداً ولعبت من تخبر وطني برضو إلعب على كل الحسابات لكن في حالنا كنتك سبتها أفضل لك بشكل كبير دي اللي بنتمناه وإن شاء الله بكرة نجي نقول مبروك تأهل من تخبر وطني بشكل رسمي لدور لدور التمانية من بطولة أمم مفريقيا للمحلي مشكركم دايماً على حسن المتابعة وإن شاء الله دايماً تأمين والأمين شكراً لكم